أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم شرعية في اليمن العميد الركن ترك المالكي أن قوات التحالف الجوية نفذت عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء استجابة للتهديد وتحيذ خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليسية والطائرات المسيرات المفاخخة على المشآت المدنية بالمملكة وأكد العميد المالكي أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأخذت بالاعتبار لجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية مشيرا إلى أنه في حال استمراري وتمادي الميليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستداف المدنيين والعيان المدنية والبنية التحتية فعلى الميليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني